موسيقى مساء الخير على بابنا واقف أمارين واحد بالسماء وقد اكتمل عملاقا في ظاهرة نادرة وثانيا خسف سياسيا ولا يبدو أن هلاله سوف يظهر في عيد الاستقلال القمر على دارتنا فلكيا لكن الأقمار الصناعية الوزرية لا تزال في طور التكوين مع ضباب يحجب الرؤية فيما بدر الحكومة المكلف سعد الحريري يشع تفاؤلا وتسرب أوصاته الإيجابيات وسلاسة التأليف على أن وقائع الطلبات المستوزرة تنذر بالتريث في ظل انخفاض مستوى التمثيل عدديا لتعود التشكيلة إلى واقعها العشريني زائد أربعة بدلا من الحشو الثلاثيني وقبل أن تبصر الحكومة النور كانت حكومة تصريف الأعمال تغرق في تلقي أخبار الفساد من قلب صندوق يفترض أنه لضمان الأمان الاجتماعي للناس لكن القضاء وجد الفساد والتزوير في صندوق الضمان بعينه حيث الحامي هو الحرامي ومسؤول الدوائر وقعت عليهم دائرة الشك والظن لبل الاتهام بسرقة مبالغة وصلت إلى ستة ملايين دولار وإذا كانت إدارة الضمان قد ساهمت في كشف وتوقيف المتهمين فإن ذلك لا يعفي الدولة ووزير العمل الراعية الرسمية للضمان من التوسع في التحقيقات لأن المغارة أكبر من موظفين سبعة ومثل هذه الآفات وغيرها ستواجه العهد الجديد الذي عليه أن يحمل شعار الإصلاح والتنظيف وبدء التطهير الإداري من دون أن تقف في وجهه محميات سياسية كل ذلك وعود إلى ما بعد التأليف الذي حضر في اجتماع الرئيسين عون والحريري في قصر بعبداليوم وفيما غابت التصريح عن الاجتماع فإن دمقراطية سوف تطلعكم الليلة على الخبر اليقين الزميل شرب الخليل وصل على الجديد وترقبوا بدءا من اليوم فقرته الساخرة معلقا على مواضيع الساعة وحسب ورودها في النشرة